أعلنت إدارة مسرح لفجيرة عن مشاركة المسرح في الدور الأربعطاش من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بمسرحية فراشات من تأليف كاتب عماني وإخراج فريق إماراتي حيث تمثل هذه المشاركة لدولة الإمارات العربية المتحدة وتأتي أيضا لتعزيز حضور الدولة في فعاليات المسرحية العربية والدولية شاهدنا تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها مع ضيفنا في الستيديو الأستاذ سلطان مليح نائب رئيس مجلس إدارة مسرح لفجيرة بساك الله بالخير أستاذ منورتنا خير والنور والعافية الله أعطيكم العافية وشاكري لكم حقيقة جهدكم وتابعتكم للأمور الفنية والثقافية بالإمارة يعطيك العافية أستاذ سلطان بداية لنتحدث عن مشاركتكم في مهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي حدثنا عن هذه المشاركة وعن تحديدا مسرحية فراشات الله الحمد طبعا شارك مسرحية فراشات مهرجان الإسكندرية الدولي الله الحمد يعني جميع المشاركات حقيقة جميلة وكان لها رونق وطابع خاص جدا بس بالنسبة لمسرحية فراشات الله الحمد أعطت طابع جدا جميل وجدا رائع بالمهرجان الحمد لله خلال الأرض هذا خذنا حصلنا على جائزة أفضل موسيقى ومن منبركم الكريم هذا نحن نقدم بالشكر حقيقة للأستاذ سامة والأكاديمية الفجر الفنون الجميلة لدعمهم لنا وحضورهم وتواجدهم لأن الأخ سامة من أكاديمية الفجر الفنون الجميلة ودعم لنا الأخ كان حاضر معانا والحمد لله حصلنا على أفضل موسيقى بالمهرجان جائزة أفضل موسيقى ما شاء الله يعني كانت مشاركة متميزة وحصدتم أيضا على هذه الجائزة الحمد لله بالطالع أستاذ سلطان كيف ترى أهمية تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المهرجانات الفنية والمسرحية الإمارات الحمد لله حاضرة بكافة المجالات الدولية الحمد لله بالفنون بالموسيقى أو بالثقافة بشكل عام الحمد لله حضورنا جدا قوي وجدا ممتاز وطبعا إذن إذا بناخذ حتى لو متكلم عن جانب جميل وجود معانا مهرجان الفجرة الدولي الموندراما اللي صار معانا أكثر من 22 سنة بإمارة الفجرة هذا وطد العلاقات بشكل كبير جدا يعني بين كل المؤسسات الفرنية بشكل يعرف الفجرة أكثر الحمد لله رب العالمين فالعلاقات الفنية زادت وكثرت وحضور الفنانين لإمارة الفجرة وحضور الفجرة بالمحافة الدولية بالنسبة للفنون الحمد لله جدا جميل وكبير الحمد لله نرجع لموضوع المسرحية اسمها فراشات اسم جميل ما هو محتوى هذه المسرحية وأيضا يوجد فيها العديد من القضايا الاجتماعية لو تحدثنا عنها حقيقة المسرحية طرحت قضية مجتمعية جدا كبيرة وقضية عائلية تخص بكينونة الأسرة لما يدخل الشك بين الزوج والزوجة والشك بين الأثنين ولما الغيرة تكون موجودة ولما الخيانة تكون موجودة هذه عوامل جدا كبيرة يعني ممكنها تخلي الأسرة نقشت قضية واقعية أي قضية واقعية نزين فهذه القضية الواقعية الحمد لله يعني الحمد لله إن شاء الله نتمنى أنها ما تكون موجودة يعني بشكل عام يعني بين أسر له قضية الشك وقضية الغيرة وقضية الخيانة نزين وهذه كالا المسرحية كانت تتمحور بهذا الموضوع كانت هذه هي القضية الأساسية في مسرحية فراشات طيب أستاذ مليح أستاذ سلطان عفوا أنتوا شاركتوا ومثلتم إمارة لفجيرة ومسرح لفجيرة بالتحديد كيف تحزز هذه المشاركة من مكانة مسرح لفجيرة الحمد لله لفجيرة كمسرح لفجيرة يعني أنشئ نزين بالتسعة وسبين لتسعة وسبعين وأشهر لتسعمية وواحة وثمانين خلال الفترة الجميلة الطويلة من واحد ثمانية أو من تسعة وسبعين إلى الفين واربا وعشرين حصل على جوائز محلية كثيرة على جوائز خليجية على جوائز عربية كانت لمشاركات جدا كبيرة على مستوى الوطن العربي أو على مستوى الخليجي أو على المهرجانات المحلية التي يحدث معنا طول السنة بإمارة بالتالي هو تعزيز ودعم للمسرح والفنون داخل إمارة الفجيرة وباقي أيضا الإمارات طيب استاذ لو أتحدث عن اختياركم بالذات للمشاركة لهذا العام وهذه النسخة النسخة الأربعة عشر من مهرجان إسكندرية المسرحي الدولي بمسرحية فراشات ليش اخترتوها بالذات أو شو أهميتها أن تمثل دولة الإمارات في هذا المهرجان الدولي مثل ما قلت لشيء تناقش قضية مجتمعية وسرية مهمة جدا فهذا الانطباع المفروض أنه ينقل للمجتمع الخارجي بسرح الفجيرة دأب منذ إنشاءه للحين على طرح قضايا جدا مهمة وقضايا جدا جميلة تخص الشعن المجتمعي وشعن الأسرة بشكل عام والحمد لله لقد صدى كبير وجميل الحمد لله طيب ما شاء الله مشاركتكم دائما مستمر هاي مش أول مرة تشاركون في مثل هذا المهرجان كيف كانت الأجواء أجواء جدا جميلة أجواء رائعة حقيقة يعني الحضور نفس الحضور يعني حضر معنا المسرحية ضخم يعني تقريبا أكثر من عشر دول عالمية كانت مشاركة مشاركة السويد الدنمارك أمريكا لبنان الجزائر تونس الإمارات السعودية مصر شاركت بأربع عروض هذا كله تعزيز للفنون تعزيز للثقافة احتكاك الممثلين معنا اليوم بممثلين عالميين والمخرجين عالميين موجودين هناك هذا بروحها أطفى يعني جو جدا جميل التبادل المعرفة اللي صارت بين المثارين موجودين معنا الطاقم العمل موجود معنا طواقم العمل الأخرى احتكاكهم بالفنانين الكبار اللي زاروا المهرجان وجو هذا يعطى رونق جدا جميل وطابع جدا كبير وإن شاء الله استفادة تكون كبيرة ما شاء الله يطيكم العافية طيب أستاذ يعني ما شاء الله أنتوا دائما تسعون لتطوير الفنون والمسرح في إمارة الفجيرة بالتحديد سواء بالمشاركات المحلية وأيضا الدولية والعالمية شو هي الخطط المستقبلية عندكم في إدارة مسرح البجيرة لتطوير المسرح بشكل كبير وأيضا نقول لتعزيز المشاركات الدولية والعالمية بداية نحن المهرجانات المحلية عدنا بدولة الإمارات الحمد لله رب العالمين كلها مشاركين فيها ولنا حضور فيها قوي ولنا الحمد لله الجوائز فيها ممتازة دائما نحصد على جوائز جدا قوية وممتازة وطبعا هذا الدعم الأكيد ما رح يصير إلا بتوجهات سيدي سمو ولي الأهدى الله يحفظها الشيخ محمد ومتابعته للحركة الفنية والثقافية بالإمارة بالإضافة كذلك للمهرجانات العربية ولمهرجانات الخليجية دائما نحن على رأس المدعوين فيها ودائما يكون لنا حضور ودائما يكون لنا مشاركة الحمد لله وإن شاء الله نلاقي التعاون نزيل خلال الفترة القريبة الجاية مع مهرجانات أخرى بدول عربية ودول خليجية إن شاء الله طيب أستاذ سلطان أين ترى دوركم كإدارة في مسرح البجيرة بالتحديد في تعزيز المشهد الفني وأيضا المسرحي في دولة الإمارات ليس بس في داخل إمارة البجيرة مجلس الإدارة بشكل عام موجود لدعم الحركة الفنية لدعم الفنانين لدعم المسرحيين لدعم المسرح البجيرة بشكل خاص والإمارات بشكل عام من خلال احتكاك المثلين الموجودين معنا ومثلين من إمارات ثانية يكونوا متواجدين معنا نحن نحضر معهم مهرجاناتهم هم يجونا زيارات يقعدوا معنا يصير احتكاك بيننا وبينهم الدورات والورش اللي يقيمها المسرح للمجتمع بشكل عام مجتمع إمارة البجيرة والحضور فنانين يكونوا موجودين معهم يعطوا هذه الورش ويعطوا هذه الدورات والاستفادة الكبيرة اللي يأخذوها أبنائنا بإمارة البجيرة اللي يحابين مجال الفن ومجال الثقافة ومجال المسرح هذا دورنا نحن ندعمهم ونكون موجودين معهم وبقدر الإمكان ندلل المصاعب اللي ممكنهم يتعرضون لهم صحيح طيب يعني أستاذ سلطان وإن شاء الله من خلال هذا الدعم اكتشاف العديد من المواهب المشاركات سواء على الصعيد المحلي وأيضا الصعيد الدولي والعالمي كيف تشوف المشهد المسرحي الفني والثقافي داخل إمارة البجيرة وبالتحديد في مسرح البجيرة تغير يعني صراحة موقع النظير وخلال الفترة اللي طافت بالعكس يعني بعد كورونا يمكن طلع المسرح بشكل جدا كبير والحركة الفنية والثقافية زادت معانا بالإمارة بشكل كبير جدا الحمد لله يعني هالمشاركات اللي احنا قاعدين نسويها سواء كانت المهرجانات اللي بصير أيام الشارقة المسرحية أو مسرح الشباب أو مسرح الطفل أو القصيرة زين الموجودة بدوية الإمارات الأربية المتحدة وموجودة بإمارة البجيرة حاولنا استقطبهم يكونوا موجودين معانا عامل جدا مهم وعامل جدا كبير صحيح بالتالي كيف تشوف إقبال الشباب الإماراتيين بالتحديد وأيضا نقول البنات أنهم يشاركون في المسرح وأنهم يمثلون خاصة في فؤات العمرية الصغيرة وخاصة يعني بتواجدك في إدارة المسرح بالحقيقة جيل جديد متطلع ومتشوق المسرح دائما يكونوا موجودين أكثر عن القبليين؟ دائما الأجهاء المتتابعة الأجهاء الصغير كبر وبيب كان صغير ثاني يسأل عن المسرح ويدرب المسرح وله حلم أنه يقف على خشبة المسرح بيوم من الأيام وأنه يقف على خشبة المسرح ويمثل فهذه الحمد لله مستمرة ومد دولة معنا صحيح دوركم أستاذ سلطان في دعم هذه المواهب كإدارة في مسرح البجيرة كيف تدعمونهم؟ كيف تشجعون هذه المواهب؟ طبعا نرفضهم سواء كانت بالورش نرفضهم بالدورات نقعد معاهم ممكن من خلال النصيحة ومن خلال النقاش وجود أن نحاول نستقطب بعض الفنانين يكونوا موجودين هنا معاهم يقعدوا معاهم يناقشوهم يكلموهم يسمعوا منهم تواصل الأجيال هذا جدا جميل وجدا رائع حتى الطفل اللي كان معنا طفل في مسرح البجيرة نزلهم بإيمانة الفجيرة وكبر وما في مانا أنه يقعد مع الشباب الحيناء والصغار اللي هم الجايين يرفضهم بالعلم والخبرة والمعرفة فعلا يعني نفس ما ذكرت مسبقا أستاذ السلطان ما شاء الله صرنا نشوف هناك إقبال من العديد من الشباب وأيضا الفتيات أنهم يمثلون ويقفون على خشبة المسرح شاهدنا في الفترات الأخيرة العديد من المسرحيات التي كان ماشاء الله في إقبال من الناس أنهم يشاهدون هذه المسرحيات بالتالي هل ترى أن ما زال أهل الفجيرة وحتى أهل الإموارات يعشقون الذهاب للمسرح يعشقون مشاهدة نقول هذا التمثيل على خشبة المسرح بلا شك أنا ممكن أتكلم بواقعي يعني كالواقع الثقافي الموجود مع النهني والمسرح الموجود اللي دائما يعرض عليه اللي هو مسرح وزارة الثقافة الحضور مقطع النظير حضور جدا كبير وعلى أيام متتالية عن المسرحية تعرض ثلاثة أيام وخلال ثلاثة أيام الحضور جدا كبير سواء كان من إمارة الفجيرة أو من إمارات أخرى يعني أنا أكون جدا سعيد لما نستقبل المشاهدين جاييننا من دبي أو جايين من العين أو جايين من أبوظبي أو من عجمان على أساس يحضروا مسرحية هنا معنا بالفجيرة هذا شيء جدا جميل وجدا رائع ويعطيك نشوة أنك أنت لازم تشتغل وتقدم المزيد وتقدم زيادة وتجدد أين تلكم طلبات من الناس بعض الأحيان يقول لكم أن نبأ في موسم معين أو في الأعياد أو بعض المناسبات نبأ مسرحيات طبعا هو اهتمام سيدي سمولي الأهد أنزين بأن كل عيد أن تكون في مسرحية العيد تكون موجودة الحمد لله رائع وردة الحركة المسرحية يعني بقوة الحضور رجع معنا بقوة الله الحمد سعلا أستاذ سلطان من خلال خبرتك في مسرح البجيرة شو أكثر المسرحيات اللي تجذب نقول الشعب الإماراتي المجتمع الإماراتي ويحبون يطالعونها ويكون فيه إقبال مجتمع يبي يضحك يعني يعني الكوميدية كوميدية بس من اللبوم الخارجية يعني يبي يضحك يبي البناسة يبي الراحة النفسية فهذه المسرحيات الجميلة حقيقة الكوميدية التي تقدم لهم تطفي جو جدا مريح وجو جدا جميلة فتشوفون أنه دايما على المسرحيات الكوميدية إقبال أكثر أي دائما من الجمهور أنه حاب يشاهد دائما مثل هذه النوعية من المسرحيات أكيد طيب أستاذ سلطان كيف تشجعون الشباب أنهم يمثلون يعني غير الشباب اللي بروحهم ممكن يتقدمون أنهم حابين يمثلوا أو عندهم موهبة أنتوا عندكم داخل مسرح البجيرة كيف يتم تشجع الشباب وسقل مواهمهم هو سألها إن شاء الله هي تبدأ من مرحلة صغيرة اليوم نحن بإيمانة الفجيرة نشوف مسرح الطفل نزيل أولنا نشوف مهرجان المسرح المدرسي نزيل مهرجان المسرح المدرسي الطفل لما يكون صغير وحاب المسرح ويطلع مثل على خشبة المسرح ويكون له رافد وداعم المدرسة رافد وداعم أهله بالبيت أسرته بالبيت ترفده وتدعمه المدرسين معه بالمدرسة يدعمه نزيل وهو حاب يقدر يطلع عليها وبنفس الوقت بعد ما يطلع من هناك ويوصلنا نحن نهني المسرح مثل ما قلت لش الأستاذة الدورات الورش الاستقطاب المبثلين الخارجين يكونوا موجودين مع استقطاب الفن الزائر أو الفنان الزائر آسف الفنان الزائر هذه أكثر الورش أو المواضيع والمحاور التي تركسون عليها في الورش المقدمة للشباب الذين يدخلون مجال التمثيل ويوقفون على خشبة المسرح دائما الورش ممكن نتكلم عن الورش بالصوت بالإضاءة بالتمثيل بكتابة سيناريو هذه أهم الورش اللي من خلالها يعني ما شاء الله تشملون يقول أكثر وأهم الجوانب في تغصي التمثيل أو الوقوف على خشبة المسرح بالضبط أكثر التساؤلات استاذ سلطان النتيك مثلا إذا في أهالي حابين العيالهم يمثلون أو حتى في شباب صغار عندهم موهبة وحابين يقدمون عندكم أو حابين يوقفون على خشبة المسرح يسرونك على شو أول شيء لما يجي لنا الشاب أو لما يجي للصغير حابنا يوقف على خشبة المسرح لازم يرفض بدورات معينة لازم يعرف منه وهو شو قادرنا يقدمها هل هو قادرنا يقدم كوميدي هل هو فن آخر يقدرنا يقدمها هذه الأشياء كلها نستكشفها من عندها نستطلعها نشوفها من خلال توجهه ندعمه ونرفضه يعني أول شيء في البداية تركز على نفسه هو شو حاب شو التوجه اللي عنده شو الشخصيات اللي ممكن يتقمسها شو الأدوار اللي ممكن بالفعل يعني يمثلها ويؤديها بشكل جيد طيب أكثر الجهات أستاذ سلطان لدائما تتعاونوا معاهم ودائما يدعمونكم في كل الأعمال الفنية نقول من المهرجانات وأيضا من المسرحيات هو الحمد لله التعاون من مؤسسات ثقافية والفنية بالإمارة مستمر وتعاون جدا كبير نوجه لهم حقيقة كل الشكر والتقدير يعني أكاديمية الفجرة الفنون الجميلة هيئة الفجرة الثقافة والإعلام زين لدعمهم يعني نحن المهرجان اللي رحنا كان برعاية من هيئة الفجرة الثقافة والإعلام جزاهم الله خير نشكر سعارة الأخ ناصر اليماحي على تعاون ودعمه أكاديمية الفجرة الفنون الجميلة الأخ العبيد الحفيتي زال الله خير يعني داعم جدا قوي نحن حتى البروفات نسويها معها الحين المسرح بصدد مشاركة بمهرجان الطفل الحين الوقت الحالي هذا قاعدين نسوي بروفات بالأكاديمية فكل الشكر والتغيير ما شاء الله يعني التعاون مستمر بينكم التعاون كبير ومستمر وعلى رأس الهرم بكل أمانة بكل أمانة نحن نشكر سيدي سمولي عهد الشيخ محمد بن حمد لو لو وجوده ما صارت هذه الملحمة الجميلة لو ما دعمه لو ما توجيهاته ما صارت هذه الملحمة الجميلة بين كافة المؤسسات الفنية والثقافية بالإمارات صحيح كلمة أخيرة أستاذ سلطان اليوم تقدمها للشباب اللي حابين يدخلون المجال المسرحي ولكل المسرحيين والممثلين في دولة الإمارات نحن نقول لعطيهم العافية وشكرا لذقتهم بمسرح الفجيرة وحياكم الله مكانكم ونحن موجودين كمعز إدارة لخدمتكم وحياكم الله ونستناكم يعطيك العافية أكيد شاكري لك على هذا الحوار المميز والشيق أستاذ سلطان ونبارك لكم مرة ثانية على مشاركتكم المميزة في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يعطيك العافية نائب رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة لإستاذ سلطان مليح شكرا لك يعطيك العافية شكر والتقدير لكم يعطيكم العافية حياك الله أهلا وسهلا